تحاول الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الأوروبيين لتجهيز المزيد من كتائب حلف شمال الأطلسي وسفنه وطائراته للقتال وذلك في مسعى جديد لتعزيز قوة الحلف على ردع أي هجوم روسي وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس سيسعى وراء موافقة واسعة النطاق على الخطة في بروكسل غدا الخميس عندما يجتمع وزراء الدفاع في دول الحلف وأضاف المسؤولون أن المبادرة تهدف بالأساس إلى مواجهة روسيا وتنفيذ سراتيجية وزارة دفاع الأمريكية للدفاع الوطني لعام 2018 والتي تتهم موسكو بالسعي لتحطيم حلف شمال الأطلسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر